بالمناسبة نهاردة اتحاد دولة الفيفا أعلن تفاصيل قرعة كأس العالم واللي هتكون في الأول من شهر إبريل بإذن الله بعد ما نخلص مطش السنغالة على طول القرعة هتتعامل بعدها بيومين القرعة هتعتمد على تصنيف المنتخبات اللي هينشر يوم 31 مارس الجاري هيتم وضع أسماء 28 فريق نجحه في عبور التصفيات في أربع أوعية بناء على التصنيف العالمي الصادر في 31 مارس من المكرر وضع منتخب قطر في الوعاء الأول على رأس المجموعة الأولى بصفتها الدولة المستضيفة ثم تنضم إليها المنتخبات السبعة الأعلى تصنيفا على رؤوس باقي المجموعات وسيتم تخصيص البلدان التي تحتل المراكز من الثامن إلى الخمستاشر في ترتيب المنتخبات المتاهلة في الوعاء رقم اثنين بينما سيتم وضع البلدان من 16 إلى 23 في الوعاء رقم ثلاثة ويحتوي الوعاء رقم أربعة أصحاب التصنيفات 24 و 25 و 26 و 27 و 28 بالإضافة إلى ثلاثة رموز تمثل الفائزين في التصفيات بين الكرات من المكرر أن يتم بدء السحب في الوعاء رقم واحد وينتهي بالوعاء رقم أربعة وسيتم إفراج كل وعاء تماما قبل الانتقال إلى الوعاء التالي وهيتم سحب كرة من وعاء المنتخبات مدبعا بكرة من أحد كرات المجموعة ليتم تحديد رقم المنتخبات في المجموعة وهيتم فصل المنتخبات من نفس الكرة في كل مجموعة من المجموعة التمانية باستثناء الاتحاد الأوروبي ألاسه يمسره 13 فريق وبالتالي سيدة واكد سناء أوروبي في خمس مجموعات من أصل ثمن مجموعات يا رب يا رب يوم واحد إبريد ده كده نكون طرعين على الهوى بنتكلم عن مجموعة مصر في كأس العالم يا رب